عوامل عدة تسببت في زيادة عدد المهددين بالجوع حول العالم ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد زاد لأكثر من المثلين وتسببت كورونا والصراعات وتغير المناخ في زيادة العدد إلى 345 مليوناً منذ عام 2019 135 مليون كانوا يعانون من الجوع الحاد في جميع أنحاء العالم قبل أزمة فيروس كورونا وتضخم الرقم منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يزيد بشكل أكبر بسبب تغير المناخ والصراعات يعد تأثير التحديات البيئية عاملاً آخر مزعزعاً للاستقرار يمكن أن يكون محركاً ومسبباً لنذرة الغذاء واشتعال الصراعات والهجرة الجماعية العالم لا يمكنه تحمل هذا نرى الآن نزوحاً أكبر بعشر مرات في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ والصراعات وهما عنصران تتداخل العلاقات بينهما بالطبع لذلك نشعر حقاً بالقلق بشأن التأثير المركب لكوفيد وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا وترتب على الأزمة الأوكرانية تداعيات هائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يبرز اعتماد المنطقة على الاستراد وقربها من البحر الأسود وعلى جانب آخر نجد اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته الغذائية ويحصل على حوالي 30% من البحر الأسود ويدعم برنامج الأغذية العالمي 13 مليون شخص من أصل 16 مليون يحتاجون إلى مساعدات غذائية لكن مساعدته تغطي نصف الاحتياجات اليومية للفرد بسبب نقص الأموال وارتفعت التكاليف بنسبة 45% في المتوسط منذ ظهور كوفيد ومواجهة المانحين الغربيين تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الحرب في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر